للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بك محمود ما اللافت في معرض القاهرة الدولية للكتاب في هذه الدورة هذا العام وكيف تسير الفعاليات لديك؟ نعم نوهى ما زالنا نتابع معكم فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذه الدورة المميزة بأشياء كثيرة نتحدث عن كثرة عدد الناشرين وتتحدث أيضا عن الإقبال الجماهيري اللافت منذ أن فتح المعرض أبوابه في بداية هذا اليوم عندما تحدثنا مع الجمهور الذي توافد إلى هنا عبر عن سعادته بعودة المعرض مرة أخرى خاصة في موعده الأصلي وأيضا رحب بالتنظيمات الموجودة والإجراءات التنظيمية التي تسهل عليهم عملية الدخول إلى المعرض تحدثنا أيضا مع العارضين سواء من المصريين أو حتى من العرب هناك مشاركة عربية قوية جدا نتحدث عن 1063 ناشرا موجودين في هذا المعرض العارضين تحدثوا عن أن هذه فرصة عظيمة لوجودهم والترويج أيضا للكتب والروايات والمختلف المجالات الموجودة في الأدب أو حتى الكتب المختلفة وأيضا تحدثوا عن وجود فرصة للشباب الذين يبدأون في كتابة الكتب والروايات هؤلاء الشباب يجدون فرصة أيضا في التسويق لهذه الكتب تحدثنا أيضا مع العارضين العرب الذين تحدثوا وقدموا الشكر لمصر كان لنا لقاء مع السفير الأردني بمصر قدم الشكر لمصر على هذا التنظيم وهذا التعاون الرائع ما بين الجمهور وما بين الدول العربية المختلفة تحدث عن أن مصر دائما هي بوابة الثقافة والمعرفة لكل الدول العربية وجميع المشاركين هنا أيضا في المعرض عبروا عن سعادتهم بوجودهم في هذا المعرض أيضا هناك برنامج مهني تقدمه وزارة الثقافة من خلال عدد من الندوات وخلال عدد من الورش كان هناك ندوة للدكتور مصطفى الفقي وهناك أيضا بعض الندوات الأخرى ستكون الدكتورة نيفين القباج في بعض هذه الندوات فبالتالي يقدمون من خلال هذه الندوات وهذه الورش بعض الإرشادات وبعض الندوات التوعية للكتاب والمفكرين للترويج طبعا إلى الثقافة والفكر ونشر هذه الكتب في هذا المعرض نتحدث أيضا عن استمرار وزارة الثقافة في مبادرة ثقافتك كتابك والتي تروج للثقافة والفن وتنوير العقول بأسعار رمزية لا تزيد عن 20 جنيه للكتاب أو الرواية نتحدث أيضا عن بعض الإجراءات الاحترازية الموجودة هنا في المعرض هناك أيضا مراكز لتلقي لقاح كورونا موجودة للتسهيل على المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن نتحدث عن تصريحات لهيئة قصور الثقافة أو الهيئة المصرية العامة للكتاب بعدد الجماهير الكثيرة التي أقبلت اليوم على المعرض نتحدث أيضا عن جناح هام جدا اليوم عندما تجولنا فيه وهو جناح وزارة الدفاع أو جناح القوات المسلحة الذي يعرض بطولات لأبطال الجيش المصري وأيضا هناك بعض الخدمات الإلكترونية التي يقدمها جناح القوات المسلحة مثل خدمات التجنيد الموجودة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم وأيضا بعض الحروب وبعض البطولات التي يجسدها بعض الكتابات الموجودة داخل هذا الجناح أيضا نتحدث عن جناح وزارة الداخلية وجناح الأزهر الشريف الذي يقدم خدمة الفتوى ويقدم أيضا بعض الخدمات من مرصد الأزهر الإلكتروني الموجود فبالتالي هناك إرث ثقافي متنوع ومختلف ومختلف يقدم للجمهور المشارك هنا في معرض القاهرة للكتاب وعدد كبير من دور النشر وأيضا الأجنحة الموجودة المختلفة داخل معرض القاهرة للدولة للكتاب والعارضين وجهوا رسالة لجميع الجمهور بأن يأتوا إلى المعرض ليتثقفوا وطبعا يعني يكون هناك رواج أكبر وعملية تسويق أكبر للكتب يعني هي خدمات جديدة تضاف إلى الخدمات التقليدية في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني على أي حال وجبة ثقافية تنويرية للشعب المصري بالتأكيد مهمة في هذا التوقيت أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر